السلام عليكم اليوم عنا وثيقة من الأرشيف الفرنسي معانوانة بمعاهدة سلم هذه الوثيقة ما بين الجزائر وفرنسا وموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 1801 الوثيقة فيها عدة بنود وفي الأخير موقعة من طرف مصطفى باشا ممثل عن الجزائر ومسيو ديبوا ممثلا عن فرنسا والبنود اللي فيها نختاروا منهم بندين البند هذا يقول نتمنى أن الجزائر ترجعنا الدراهم والممتلكات اللي اغتنمتها في حربها ضدنا بتاريخ 21 ديسمبر 1798 وقالوا يا أخويا أحكم الإتوات والعلاوات والجزية تعليق السفن المشاركة في الحرب لكن الغناية متاع الحرب نتمنوا أنكم تردوها لنا ووافق مصطفى باشا أن يردها لهم والبند هذا يقول الجزائر لازمها توقف استعبادها للفرنسيين واعتبارها مع عبيد وبيعها في سوق النخاس الجزائري ووافق أيضا لمصطفى باشا على هذا الشيء وهذه الوثيقة كلها كانت بتاريخ 1801 كنت هذه معلومة صغيرة من تاريخ الجزائري نتمنى تكون إضافة لمعلوماتكم التاريخ